مرحبا بالجميع لا تنسوا الاشتراك والضغط على جرس والاعجاب بالقناة وفوتي ان شاء الله حطيلي تعليق شباب لبغة نقطة لبغة قلب وكتروا للتعليقات أخواتي وبارتاجوا الوصفة هذه لحببكم في الفيسبوك في انستغرام فيقع مواقع التواصل اللي تعرفوهم هكا باش تعمل فائدة على الجميع وان شاء الله غد يفوتوا مع الوصفة تع راس الحانود ولا الفاح دعموا في ذا اللي بزاف تقصوني مو في ذا كي تدرتين راس الحانود من جبتيه كيفاش تديريه موش متوفر ملقينعش في المحلات اذا ملقيتوش متوفر كي ما تعرفو مرة نشريه وفي رمضان نبغي نخدمها على يدي غدي نعطيكم الوصفة اللي مقاديرها مضبوطة وتصلح لزوج شربة وحريرة يعني هاد الوصفة اخواتي تعرفوه راهي ستونداغ تقدي تديريها في الحريرة تقدي تديريها في الشربة وتكتفي بيها في الشربة تكتفي بهذي ما تديري يحتوالوا معاها انما في الحريرة بغيت يديري زعتار في ليون نوخة الاضافات عالة حسب بغيتوها حارة طحنوا معاها في الفلدريس انا ما غديش نديرها حارة فاذا اخواتي ابقوا معي نشاركوا معكم المقادير والمكونات بالضبط المضبوط ان شاء الله اذا اخواتي الغاليات بالنسبة المكون الاساسي والرئيسي هو القصبر نحتاجه فيه نصف كيلو يعني ارطل يعني خمسمائة جرام تعقص برحب نحتاج ثلاثين جرام من زراعة البسبس هذه ثلاثين جرام زراعة البسبس نحتاج ثلاثين جرام من شوش الورد الوردي لانه الوردي تجريحته قاوية نحتاج فيه ثلاثين جرام خرم الأحمر اذا ما توفرش تخدمه الأحمر عادي عندي ثلاثين جرام ايضا من حبة الحلاوة ثلاثين جرام ايضا من الكروية هدوهما اخواتي المكونات الاساسية وهذه نضيفوله مكونات اخرى كما راكم تشوفوا هنا يا عندي ثلاثين جرام ايضا من العرق الاصفر ولا من الكركم كما كم تشوفوا فيه كذلك موزون ثلاثين جرام ثلاثين جرام اخرى من سكن جبير كما كم تشوفوا فيه هكا عواد عندي بالنسبة لي الينسون والقرفة هنا عندي الينسون ليهي نجمة الأرض كما راكم تشوفوا وعندي الرند نجمة الأرض نحتاج خمس نجمات الورقة على الرند نحتاج خمس ورقات العود تاعة القرفة نحتاج عود تقريبا يكون غليد ولا زوج عود صغار بالنسبة أخواتي المكونات قبل ما نبدأ ولا يموهم قبل ما نخلطوا الراس الحانوت ولا التابل ولا القصبر ولا الفاح غادي نحتاج أنني نقي المكونات خس تجيبوهم وتنقوهم جيدا جيدا لأنه راكم تلقوا الحجر راكم تلقوا التراب راكم تلقوا السوس مرات راكم تلقوا يعني الأشواك يعني كل مرة وش تلقوا فيهم فيا حب ذا أنكم تجيبوه وتنقوه قدامكم حطوا هاكا في صحن يكون بيض بش يبانلكم قعل الدخش اللي يكون فيه هدوك الأوساخ العفسة ديروها في صحن أبيض وبدأوا تنقو فيه بالعقل بالعقل غادي إن شاء الله ما يشتش معاكم الوقت يعني بش تكملوا حطوه قدامكم وبدأوا فيه هنا شوفوا أخواتي يعني مجرد هذا عادة زرعة البسبس شوفوا شا نحيت منها يعني هدو كلهم يعني أوسخ إضافة إلى الغبرال الطريبة لهذا أخواتي يفضل أنكم كيتشروا لزيبيس ما تطحنوهم ش مباشرة عند سيد اللي بيعلكم جيبوهم للدار نقوهم صهدوهم واحد شوية يعني قلوهم واحد شوية في الفرن ولا في المقلة غي واحد شوية يشموا صخانة بيتنشف منهم أي رطوبة واو ددوهم عنده ولا ددوهم المتحانة ولا طحنهم في الدار المهم هنا أنا نقيت جعل مكونات التاعي اللي هما زرعة البسباس الكروية حبت حلاوة نقيتهم تماما وذكرني جيت الشوش الورد بالنسبة للورد أخواتي نحتاج أنني نحي لهذاك الراس ليجي من الأسفل يعني هدو كل أوراق الخضراء ونخلي فقط البتيلات يعني نخلي فقط الورد وما شاء الله ريحتها اللهم بارك بزاف أخواتي تسألوا ربما على هنديروا الورد في الآخر وهل صحيح الورد يدخل في الراس الحانود نعم أخواتي الورد يدخل من بكري في راس الحانود نستخدموه مشيغي في راس الحانود في بزاف تاع الأمور ورائع جدا هنا كما شفتوا الأوسخ اللي قلعتهم من الورد يعني حطيتهم بجيه وخرته ودرت كذلك أوراق الرند عبرت خمس ورقات كبارة على الرند وهنا عندي زوج عويدات رقيق ما تكتروش للقرفة أخواتي باش ما تجيكمش طعمات تاحا قاوية المهم أخواتي بغيتوا تستخدموه في الفلك حال ديروه أنا ما نفضلهش يعني نفضل أنكم تتبعوا طريقة تاعي يخرج لكم رائع جدا عندي هنا خمسة نجمات تاع الأرض خمسة نجمات تاع الأرض وعندي ثلاثين جرام بتاع الكوركم وثلاثين جرام من السكن جبير كما تشوفو سكن جبير تقريبا يجيكم واحد ست عواد سكن جبير ويجيكم تقريبا واحد تلطاش ارباطاش ناكا عود ميناء هادك الكوركم يعني هادو اللي ما عندهاش الميزان يجيكم تقريبا ست وحدات سكن جبير وارباطاش الواحدات تاع الكوركم هادك هي تجيك تلاتين جرام في الوحدة هنا أخواتي هام المكونات اللوين تاعي نقيين وكل شي غادي نجي أيضا للقصبر وننقيه بنفس الطريقة يعني نفرزه حبة بحبة هنا شوفوا أخواتي غيلو فتبديد فيه شوفوا شلقيت يعني سبحان الله شوفوا بزاف الأخوات ليشروا القصبر تمتم الحانوت ويطحنوا عند الحانوت ديروا في حسابكم باللي غادي تلقوا التراب غادي تلقوا فيه الحجر غادي تطحنوا معه القمح غادي تطحنوا الحشيش الشوك يعني شها من حاجة غادي تطحنوها فحاولوا أنكم تنقوا كيما راني ندير أنا يعني خطوة بخطوة يفضل استعمال إناء يكون أبيض هكا وصلتوا عليها الضوء هكا بشي يباني لكم كل شي المكونات اللي راهم زيدين فيه شوفوا هنا أخواتي يعني هذا الفوج الأول فقط شوفوا شكل أعتمناها الأوساخ المهم هذا نواصل بنفس الطريقة حتى نكمل كل كميات القصبر اللي عندي إن شاء الله أولا رطلت عيتها القصبر حب اللي كنت نقيته شوفوا أخواتي الأطريبة شوفوا الأوساخ هذو كلهم الأوساخ اللي قلعت منه يعني الله يحسن العوان اللي تشرقوا صبر الطحنة تمتم راكي كارثة وذو كنت شوفوا الأطريبة اللي غادي طيحهم منه يعني غادي طيح كمية من الأطريبة ومن الغبار ومن الأوساخ يعني شوفوا هذي كل الكمية هنا قاعدة نرسم فيها وهذه الصورة اللي كنت صورتها وحطيتها لكم على إستغرام وحطيتها لكم على المنتدى كما كنت شوفوا أخواتي تقريبا كل المكونات راهي جاهزة باش نوجدوا لفاحة تعنا نتمنى إن شاء الله أنكم عقلتوا على المقادير المضبوطة وغادي بحول الله تعالى يجيكم لفاحة تعكم ما نحكي لكمش أخواتي دي جريحة في المطبخ غادي تقول لي رائعة جدا هنا نجدت صينية تاع الفرن تعيسني اللي يدخل للفرن نزلت فيه هذي رفد لي رطل ما شاء الله رفدها ما شاء الله المهم هنا يوم بديت نحط له نعود نذكركم في المكونات وأنا نحط رطلت على القصبر 30 جرام من الكركم 5 نجمات تاع الأرض 5 ورقات من الرند 30 جرام أيضا من سكن جبير عواد هكا زوج عواد تاع القرفة يكونوا رقاك واحدة جوزة الطيب والمكونات الأخرى اللي هما 30 جرام من كل حاجة اللي هي شوش الورد اللي هي أيضا حبط حلاوة والكروية وزرعة البسبس هذو هم المكونات تاعنا كلهم غادي نخلطهم وندخلهم الفرن متوسط الحرارة ماشي حرارة مرتفعة غادي ندخلهم يشموا سخانة فقط يعني ما غاديش نحمصهم غادي نشفهم من أي رطوبة زايدة فيهم وفقط حذاري أنكم تحمصهم وخليهم يبردوا تماما ومن بعدها غادي نجيب الكيس أنا هنا أخواتي علي أعطيت لكم الفكرة تاع الكيس بريتوا تطحنوهم من الآن بيها ونعمة بريتوا تديروهم في ساك كونجيلاتيون تخبوهم في المجمد كيما راهم كيما هكا واجدين عندكم ولا في البلاكار وقليت بوضطحنوه تطحنوه راهو واجد هكا راس الحانوت ولا الفاح عندكم إذا بريتوا كيما هكا إذا بريتوا أيضا ترفضوه كيما هو بعد اللي تنقوه وتسقموه تدوه عن سيد العشاب يطحنها لكم كيما درت أنا طحنتها طحن الأولى عند العشاب وما زال فيه نعاود له لماذا أخواتي لأنه يخف على البلندر التاعي أنه يخسر ولو أنه يطحن التوابل لكن خفتها يخسر فالديت لأنها كمية كبيرة الله يبارك الديت عند العشاب هو اللي طحنه لأخواتي وكيما كنت شوفوا بعد اللي جبتها من عنده غادي نغرب له شوفوا أخواتي المقونات مازالت صلبة يعني مازال مواسي غادي نغرب له غربيلات ولا باش نخرج منه جاء الأوساخ اللي ما زالوا هذو كل خيوط اللي يطلقهم الكركم ويطلقهم سكن جبير هذو كل حبيبات يعني الحجر اللي ما يتطحن ليش تع سكن جبير المهم كل شي أنا هنا أنا غربيلت أخواتي وغادي تشوفوا الكمية اللي تحصلت عليها من المواد اللي ما نطحنوش غاية غادي نعاود نطحنهم أمامكم في البلندر التاعي صراحة هو يطحن أخواتي لكن أنا خفت عليه فقط لأنها كمية كبيرة مالفا نطحن فيه هاي هذي كمية جرام ولا بصح باش نطحن فيه فوق هاد الشي يعني خفت عني صراحة شوفوا هنا أخواتي هاولا الفاح التاعي وما نحكي لكمش أخواتي على ريحة المطبخ ولت ريحتها كلها كلها ريحة لفاح وريحة معطرة اللهم بارك هنا أخواتي حطيت هذك اللي قعد مازا ما تنطحنش غاية شوفتوا كيفا كان في الصحن وغادي نطحنه كما كم تشوفوا هنا في البلندر التاعي يعني يطحن ما شاء الله شوالا أنا فقط خفت عليه يعني أكون عارفين حاجة كتكوني شاريتها بدراهم وأكون عارفين أخواتي فغادي نطحن بهذه الطريقة اللي كنتشوفوا فيها نطحن ونحبس نطحن ونحبس ومن بعدها غادي نفتحه أمامكم شوفوا أخواتي طحنه اللهم بارك إذا بغيتوا تخدموا بالبلندر طحنوا بكمية تقليلة جدا وتوقفوا خلوه رياح شوية لأنه غادي من يسخن وحده وغادي يحبس حتى يعاود يبرد أنا هنا بعد لي كملت طحنة الكمية اللي قعدت لي شوفوا أخواتي بعد لي غربلتها هذا وفقط للدخش اللي قعد والباقي راهو لفاح التاعي اللهم بارك غادي نعمره في الأواني اللي غادي ندس فيهم يا حبا تكون بلارات عزداج نقية مخصولة ما فيها شريحة وتكون تغلق جيدا باش يبقى لكم الفحة تاكم حافظ على الجودة تاعة وخبوه في مكان مظلم يبقى لكم مدة طويلة أو أنكم تحطوه في أكياس التجميد أو في عولة بالتجميد محكمة الغلق وتدروهم في المجميد يبقى لكم ما شاء الله بلا ما تغير ريحته أو طعمه أنا هنا بعد لي درته في الإناء الزجاجي جبت البلاستيك الغذائي وزد زيرت عليهم الفوق البلاستيك والغطاء باش متسربش الرائحة وهذا هو شكلها النهائي بسم الله ما شاء الله حطيت عليه هذي كسكوتش الكحلة وكتبت عليه كما راكم تشوفوا هنا راس الحانوت أو الفاح كما يعرفوا هنا ناس الشرق الفاح لأن الفاح كطريته تابل يعني كطريته قصبر لهذا يعيطوا لها الفاح وصراحة الريح تاري من فو حضار بسم الله ما شاء الله تعموا في ذا أتمنى إن شاء الله تعتمدوا هذو الطريقة بنسبة سكان الغرب اللي ما يلقوش الفاح موجود ومتواجد عندهم ها ولا أخواتي قاعد قدوا وهم كنتم حتى في الخارج غيركم أنتوا في الخارج اللي تتابعوني من قاعدوا ولا العالم جربوا أخواتي هذا راس الحانوت ولهذا الفاح الطريقتي وكتبوا شربة رمضان ما تنسونيش من خالص الدعاء نبغيكم بزاف تحياتي لكم ما تنسونيش من لايكاتكم مدعاوي الخير من تعليقاتكم نرى تفرحني وتحمسني وتشجعني باش نشارك معكم المزيد والمزيد تحياتي لكم للجميع أحبكم في الله والسلام عليكم